ورجعنا من حضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة في الصفقة انا ايه حطيت بس شوية فلفل ورون اهو زيادة جف مع الحلبة وهسيب بقى الخليط ده ايه يغلي كده وياخد مع نفسه وقلبه بس ايدي فيه شوية شوية حلو الكلام طيب هنبدأ دلوقتي نعمل وصفة لطيفة جدا الفطير اللي المشال تتخم يعني عجنته بسيطة دقيق ومية وملح مفيش حاجة اللي بيختلف فيه الدقيق طبعا لازم يكون دقيق يكون جميل استخدامات يعني نوع الدقيق يكون كويس الحاجة الاهم الفرق بين الفطير الشرقي والفطير المشال تت هي فكرة اننا بضيف هنا اشتة بلدي لما باجي اعمل الفطيرة وبحط سمن سمن بلدي علشان تطلع فطيرة مشال تتجميلة وعلى فكرة مش شرط ان احنا نحط رقات كتير في كذا طريقة للف العجينة نفسها في طريقة بنعمل رقات كتير كور صغيرة ورقات فوق بعض لما يبقوا ست سبع رقات ونلفهم في فطيرة واحدة ونحطهم انا عملت ده قبل كده كتير وفي طريقة تانية اللي هي ان احنا ناخد الفطيرة ونفردها ونطبقها وبعدين نلفها تاني ونروح عاملينها كده يعني ما منروح على طرق على طريق مصة اسكندرية بلاقي الست بتجيب الفطيرة بعد ما بيفردوها وبيكلفتوها تبقى فردها وتعملها بصوابعها يدوب كده وتدخل عليها وش القشطة طبعا ببقى طالبة ده مخصوص او احنا اللي عايزين ده وسمنا البلدي طيب انا بقى هعمل ايه هاخد كده كمية من الدقيق بسم الله الرحمن الرحيم هناخد ما قادرنا الاول قبل ما نشتغل باذن الله ادي كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم طيب عندي هقول كيلو دقيق مش عايزة النار تبقى عالية نهدي كده شوية شوية يلا دي كيلو دقيق عندي عندي رشة من الملح او معلقة ملح عندي ميا للعجل هو الكيلو عادة بياخد نصف لتر او 550 لحد 600 ملي من الميا على حسب نوع دي فاحنا هنصب الميا شوية شوية خلاص طيب عندي بقى زبدة بلدي او يعني سامنا بلدي وعندي كمان الاشطل بلدي خلاص طبعا للتقديم عندنا بقى عصر للطحينة عندنا جبنة قديمة اللي احنا عملينها اللي يريح حضراتكم مربة اللي يريحكم خلاص كده طيب هناخد كيلو دقيق ده بسم الله الرحمن الرحيم خط عليه معلقة ملح كده وهقلب معانا أستاذ علاء من الجيزة أهلا أستاذ علي أهلا وسهلا أهلا وسهلا لزيك يا فندم أكبارك الحمد لله خير ربنا يمارك فيك جد شيف مش شيف عظيمة الشيف العظيمة الله يخليك يا فندم جد والله أنت أنا ببص كده بالصدفة فلاقيت بتعملي مش يعني بتعملي اللي هو خميرت المش صح بتاعت أمي وجدتي والحاجات الجميلة دي صراحة أنا يعني أنا بتفرج عملا أشوف بقى تابعة بتعملي إزاي عشان أنا ناوي أعملها يعني أنا هعبت البيت وهعملها معانا شاء الله ربنا يكرمك فندم مرسيد طبعا وياريد حضرتك تجرب وتقول لي بجد طلعت إيه وطعمها طلعت أنا هتابع ويجيب الحلقة الثانية عشان أشوفها من الأول عشان أشوف أمشل قطوات واحدة واحدة خلاص وأنا نزل حاكي المقادير مرة تانية يا فندم من عينينا وبشكر حضرتك على مداخلتك بكرة جميلة نفتعمل المشي ده بجد يعني شكرا جزيلا يا فندم ليك ومرسي لمداخلت حضرتك لو ليك أي سؤال طبعا يسعدنا يعني نفيد حضرتك بأي حاجة لا أنا هشوف بقى هشوف تركاته بتعملي كده عشان برضو مغلط خلاص اتفقنا إن شاء الله يا فندم شرفتني ونورتني يا أستاذ علي شكرا لحضرتك شكرا جزيلا طيب هاخد ميا كده ميا تكون فترة بدرجة الحرارة وهنبدأ بقى إيه هنقلب الخليط ده ونصب شوية شوية طبعا هو هناك بيتخبز بالإيد بس طبعا ما شاء الله هناك هما بيعملوا كميات كبيرة فأصباحوا دلوقتي كمان بيحتاجوا للعجانات بصوا بقى هنبدأ نصب بالميا طبعا استسمحك يا نادا ننزل طبعا طريقة المش تاني لأستاذ علي وأنا هقول أنا عملت إيه لأستاذ علي خطوات بسم الله عندنا جبن قريش جبن قريش عادية جدا خالص عندنا شطة وعندنا ملح كمية من الملح وعندنا المرتا لو حضرتك كنت مسيح زبدة أحلى مش تاكلوا لما تحتفظ بالمرتا بتاعت الزبدة ونبدأ نعملها كأساسا خميرة وعندنا شرش جبنة لو باقي شوية شرش من الجبنة وعندنا لبن رايب هنجيب 2 كيلو لبن من عند اللبان أو كيلو لبن ونبدأ نروبه تروبه يعني سيبه في درجة الحرارة أو في التلاجة يوم تيجي تاني يوم تلاقيه رعب لوحده أو برا وعندنا فلفل جاف قرون بنجيبه من عند العطار وعندنا شريح برتقال أو لارنج لو موجود في الموسم وطبعا خميرة المش القديمة لو عندنا حتتين مش كانوا عندنا قدام أقدر أخده ومضربه مع الخليط ده هيبقى جميل وحبوب حلبة حصى عشان أحفظ بها المش هقلب بس تقليبة كده العجيل تقليبة حلوة طبعا أنا أخدت المرتة أول حاجة بعد ما سيحت الزبدة حمرتها قوي 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 لما خلت لنها بني غامق غامق خالص وبعدين ضربت اللبن الرايب مع قرون الفلفل في الخلط وممكن أضرب معهم حتة من الجبنة القديمة وبعدين ضفتهم وبدأت أضيف الشرش وبدأت أضيف لو عندي زبادي موجود بايز مش بايز يعني معفن لكن بقاله فترة في التلاجة وأنا مش هاكله يعني هستفيد بيه وخصوصا الزبادي اللي بيبقى في علم لكن مش البلدي بتاعنا البلدي بتاعنا طبعا بعد يومين ثلاثة يبدأ يعمل العفل لأنه من لبن طبيعي ودلوقتي بقى حطيت بقى كل الحاجات دي على النار وبدأت أسوي الخليط ده شوية شوية مع قرون فلفل زيادة وحبوب الحلبة اللي احنا حطناها ناخد معنا أم تاليا من البحيرة يا مرحب أهل البحيرة أم تاليا إيه الاسم الجميل ده أهلا وسهلا أم تاليا أنا سمعاكي أهلا بيك حبيبتي أنا معاكي أهلا وسهلا حبيبة قلبي أهلا بيكي من ورانا ما يخليكي أنا عادينا بتحريكي عليك والله بتعملي حاجات جميلة الله يسعد قلبك يا رب ويبارك لك في تاليا الجميلة والله يخليك يا شوية حاجين تلع حاجات جميلة وحلوياتك ده مهي من عيني عناية طيب أنت عايزة حاجة معينة عملها لك لا أمت كل حاجة بتعمليها جميلة يا شوية يا رب بارك في عمرك حبيبتي شكرا لك نورتين ومبسوطة بالمكالمة اللي جاءنا من البحيرة شكرا لك شكرا لك يا أم تاليا بصوا بقى هذه الخليط هبدأ أرفع خليط جميل جدا عجينة روع خليني بس أفك بقى ده بسم الله الرحمن الرحيم هاجي هنا العجينة دي بريحها لازم ما ينفعش أشتغل فيها على طول زي ما عملنا في في الفطير الشرقي لازم أخذ العجينة دي أنا بقى معلش اسمحولي ده هي ايه هاخد كده هاخد العجينة دي وهبدأ ألمها كده ولازم أسيبها ترتاح شوي على القل إيه نص ساعة كده ولا حاجة أو ساعة وبعدين ناخدها كور ونبدأ نسيبها نشكلها بقى زي ما احنا عايزين على قد الكيلو دي لو عايزين فطرتين كبار يعمل اتنين فطيرة الكيلو ده يتقسم نصين الفطيرة تعمل نص كيلو تطلع فطرتين حلوين بصراحة طيب هعمل إيه بقى معانا معانا أستاذة أمل يا أهلا وسهلا مرحب بي مرحب بي حبيبة قلبي أهلا وسهلا من ورانا احنا بنحب حضريتك جدا والله يشوفها عظيمة ومن كل ما نتفرق على حضريتك قبل ما تيجي على قانات الأهل يا حبيبتي والله ده شرف لي بجد والله وعايز أقول لحضريتك يشوفها عظيمة قبل ما تقل حضريتك على سؤال اللي هو بتاعتك كابتر محمود الخطيب ده احنا بنعتبر أسطوره جدا لدرجة الأخوة الصغيرة اللي عنده سنتين يقولك على كابتر محمود الخطيب خطيب 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 ويقضي يشدع بيده ويشبه جدا ما شاء الله حبيبتي طبعا بنشكره على محبته وهو حقيقي يعني يستاهل المحبة دي حقيقة أجيال مشا احنا بس لا ده أجيال كمان قابلينا بكثير طب يسألين قولنا انتي عايزة تسألين سؤال أنا كنت عايزة تقول لحضريك على تغذين الملوخية من عناية احنا عملناها بس أقولها لك من عيني حبيبتي قلبي حاضر حبيبتي تسلميني وشكرا لمداخلتك ولمكلمتك بصوا بقى باخد كده الفطيرة دي وعايزة بقى لسمنة جاملة أو الزبدة أدفيها بس هنا تبقى سايحة جاملة بصوا هنا المش بيبقى ايه بدأ يؤثر كده طبعا انا عايزة يتقل كمان عن كده بصوا اللي عايز بقى يزود شوية ملح هنحط شوية ملح عشان حضراتكم تبقوا عارفين شوية ملح وبعدين هنقلب تقليبة الريحة طبعا روعة هنسيبه يهدى شوية وهنصبه عادي حتى لو سخنة على الجبن انا هيبقى رائع واهم حاجة نسيب البخال لما يطلع خالص ويبرد وبعدين نقفل البرتمان وزي ما قلت حالكم مش هاملا للاخر لازم اسيب شوية بس كمان الجبنة لازم كلها تتغطى خلاص هاخد كده الزبدة حطها هنا واجيبولا كده اصب فيها بسم الله الرحمن الرحيم دي سامنا بلدي بصوا بقى المفوت بقى تتفرت فردة حلوة معلش انا هوريكم اللي بسويها في الفرن اهي لاحسن ايه القشطة عاملة شغل عالي جدا انا دخلت واحدة بس سويها قبل ما ما نطلع مع حضراتكو عشان نلحق الوقت على مهلكم اهي بصوا كده دقيقة بالضبط دقيقة واحدة فكروني ايه واسبها ايوه ماشي اوكي هبدأ بقى ايه افرد كده طبعا الدي هتحتاج مردانة معي لازم تساعدني علشان اعرف افردها صح لان هي طبعا ايه محتاجة فرد كبير على طربيزة كبيرة او على طابلية كبيرة زي ما بيقولوا تخيلوا بقى الفتير المشالت ده كان اسمه الملتوت ايام القدماء المصريين برضه كانوا بيحطوه تخيلوا في المقابر مع اللي بيتوفوا اعتقادا منهم بالبعث والخلود في الحياة الاخرى فكانوا الظاهر بيحطوه معاهم كانوا بيسموه الملتوت او المطبق وصوا ليه بقى لانه زي ما قلت رحضر كان فيه دي طبقات فوق بعض ان انا نكور كور كتير جدا من النص كيلو دول وابدا افرد واحدة كل واحدة لوحدها لحد ما تتفرد تبقى مشلتت زي ما احنا عايزين ايه ايه عايزة بس انا ايه معلش استسمح استسمح اشيل ده ده مش عاملي معي اشيل لا لا انا عايزة افردي شوية انا ممكن اطلع فاصل افردها على قد مقدر شوية حلوين عشان ايه ما دايقش حضراتكم ونرجع وهي مفروضة وليكم هطبقها ازاي ونطلع اللي معانا دي نوريها لحضراتكم وشكلها بقى عامل ازاي وارجع من حضراتكم مرة تانية بعد الاستراح فردت العجينة لحد ما عملت دايرة كبيرة وبعدين حطيت الزبدة في كل مباجي افرد ازود شوية من السمن البلدي دهانت الصينية هلين يلبس دا معلش هيبقى واحد كده واحد كده وشكلها عشان نوريت ليا اكتر في اليمين وبعدين بعد ما طبقتها طبقتها على بعض اي تطبيقه كده ورحت متكوراها وقلبها هنا في الصينية عشان نشتغل اه 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 بصوا اول ما بترتاح بصوا بتتفرد معايا بسهولة ازاي دي كده عجينة مش معمولة طبقات عجينة النص كيلو خدتوا مع بعضوا كرة واحدة فردت الكرة الواحدة وطلعت بالشكل حضراتكو شايفينه ده اهو بصوا كده اهي طبعا عندي اشطة بلدي اخر حاجة بحطها هي في الوش شايفين الفطيرة انا بحب افردها بايدي احب احس كده لو فيها حتة عالية ولا حاجة والتانية طلعت قدام حضراتكو اهي بصوا اهي على الفرن 200 او 220 اعلى حاجة في الفرن انا هنا عاملها على كام اقول لحضراتكو دلوقتي اه عاملها على 200 لا عاملها على 250 او من 120 ل250 لو الفرن عندك حامي قوي خليها 120 اهو على الشبكة في النص اهو هناخد بقى حتة من القشطة بسم الله شوفوا المش قصر ازاي بصوا بقى في الحلق كان فين وبدأ يقل بصوا كده وانا بقى فرد في دي على قد موعدة تتملق ايه واذي المش شايفين هنا كان الحز بدأت تقل وتقصر شوية ونقلب كده عايزين تتقلوا المش عايزين تخفوا من حضوية المش نحط جبنة او لبن او اي حاجة ما فيهاش نسبة ملح اهو بصوا هاخد بقى حتة القشطة شايفين القشطة البلدي دي بقى اسهل من اللي رقات فوق بعض روعة نمسح على الوش كله كده القشطة اهو شايفين الفطيرة دي بقى اسهل من اللي رقات فوق بعض عشان ما تتعبيش تقفي تعملي الكيلو على فطرتين تاخدي النص وتبدأي انبخة دي بس الفورن بسم الله معانا مين معانا سارة اهلا اهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا سارة الحمد لله حبيبة قلبي اهلا وسهل بخير يروح قلبي اهلا وسهل يا رب الله تسلامي يا روح قلبي تسلام عليك نعم تسلام عليك يا وجدنا انا كل الحاجة الله يساري تسلام عليك انا كل الحاجة شكرا ليك يا سارة يا جميلة مرسي ليك يا حبيبة قلبي أنا بجد نفسي اقول الكلمة ده سموك اقول كلمة بسم فرائل اهل الجد انا بحبه جدا حبيبتي اسلامي تفضل لجد يعني وربنا معاهوا يا رب سامعينك يا يمين سامعينك حبيبتي قولي أنا معاك سامعيني يا شب سامعاك يا حبيبتي إصارة قولي بقولك أنا بجبتي بحبيت أهلي جدا بيحمس أهلي جدا وبتمنى لكل خير وربنا معاهم من ربك أمين وهم أعظم صريق بجد يعني وربنا معاهم وحنا بحبهم مهما كيف حبيبتي تسلامي يا روح قلبي يكتر ألف خيرك وتحياتنا للنادي الأهلي وكل متبعين يا روح قلبي تسلام زوءك حبيبتي روحك أنسي اللي حلوة يا جميلة مرسي يا صلى على مداخلتك الحلوة دي يا حبيبتي قلبي شكرا لك بجد تسلاميلي بصوا بقى عايز أسيب بس دايه دا شوية في بولة كده اللوش فين حبيبي هتولي اللوش أو الكبشة يعني وعايزين بقى نقدم العسل والطحينة الحلوة دي بص احنا ممكن نعمل شوية جبنة قديمة هو فين الطماطم اللي هنتم بجهزنا أوكي أوكي هاخد هنا كده هحتاج بس اللوش تمام تسلم إيدك يا محمد شكرا بصوا بقى هبرد بس شوية هنا شوية بره كده من الخميرة دي بقى عشان أبدأ أصب على الايه على الجبنة القديمة بتاعتنا بسم الله يهدى بس شوية شايفين الخميرة الجميلة ريح تروع حطينا من الجبنة القديمة وحطينا من الرايب روبنا اللبن البلدي بتاعنا زبادي عايزين بقى أي حاجة تانية تضفوها براحة حضراتكو هم دول تقيلة دوب كفاية ينفع عن إيه نستغلهم دلوقتي يبردوا بس شوية هنا ونصب على الطبق وممكن بقى نعمل كده في بولة شوية إيه المكعب الصغير ده ممكن نخلطه بإيه بقى نخلطه بالشوكة مع شوية طحينة بسم الله نحن أنا بحين كده كده شوية طحينة ده بقى المش يعني ناخد منه حتة كده نحط مع كمال شوية زيت حلوين كده هنقلب كده تقليبة حلوة هاخد شوية زيت بسم الله مع الطحينة كده هايزة بس أفصل ده لإنه أعمل حرارة عالية جداً وهاخد شوية طماطم صغننة شوية خيار جيبكة يا نهرع بيات مع الفتيرة الرائعة دي مبصوا بقى الفتيرة افتح لكم كده تشوفوا الدنيا شغلة برضو معها هنا شوية طماطم هجيب شوية فلفر رومي اهو انا سعيب لكم الفرن عندنا شوية شطة حرة مش حاطيني شطة بودرة ليه امالكونا هنعمل الجبنة بالشطة ازاي؟ لا عايزين الشطة شطة بودرة عشان نشط شط بقى الخليط وهنحط زيت تاني كمان دلوقتي بصوا بقى يا السلام بصوا بقى هاخد شوية من خامرت المش دي اللي احنا لسه عمران هنا ممكن باللوش اسرع اهو شايتين؟ ينهر ابيض ايه الجمل ده؟ بسم الله تسلم القيادي ايوا كده شوية شطة بقى شوية شطة بقى عشان الشطة هنا اللي هي اوه حاضر اوكي اوه جدا دي شطة رهيبة عشان الحساسية بس الحمد لله يلا بينا بسم الله بسوا كده انهار شايفين كده بسم الله شايفين ازاي ممكن بقى ايه نقدم الطبق الجميل ده جنب الفطير الهناك بسم الله طيب بسم الله يلا بينا الاشطة البلدي وناخد من هنا شوية من العسل الاسود اللي عايز تضيف معلقة عسل اسود في المش ممكن مش هتقول لأ بسم الله لأ واحد وهناخد كده مربة للا حابب او عصال ابيض زي ما تحبه وحنقدم دول برضو جنب الفطير بتاعنا وناخد بقى المش الجميل ده نشوف كده البولة دي تكون بردت ننقلها بولة تانية اكبر مش عايز احط هو سخن قوي كده بسم الله الرحمن الرحيم شايفين حبوب الحلبة دي رائع مهمة جدا فصوا بقى ناخد كده شوية شوية بسم الله احنا كده قدامنا قد ايه في البارت ده حبايبي نقول بقى نزل المقادير ممكن تاني مرة تاني حبايبي قلبي اه يلا بينا وانا اقولها تاني فطير المشلت بسم الله معانا بقى للفطير المشلت قلنا كيلو من الدقيق عندنا مية تقريبا نص لتر او 600 ملي على حسب وعندنا زبدة بلدي اخدنا المرتى بتاعتها خلاص دربنا الدقيق مع معلقة ملح مع المية وبعدين اللي عايز يعمل فطيرتين كبار من الخليط ده هيقسم الخليط الكيلو ده على فطيرتين اللي عايز يعمل ثلاث فطير حجم متوسط ماشي ده حجم الفطيرة اللي احنا عملناه بوري حضراتكو التانية برضو اهي في الفورن حضراتكو تشوفوها منلفها الناحية دي اهي لا هي لسه قدامها شوية بس انا بوريها لكم وهبدأ اصب للمش عشان حضراتكو تشوفو شايفين شاكل الفطيرة ازاي لسه شوية طيب بسم الله الرحمن الرحيم بنملة بقى نصب كده في خليط الايه البرطمان بتاعنا وخليني ممكن ااخد ايه انا عايز حاجة كده رفيعة ممكن تدخل بس تبقى دهر معلقة او حاجة بصوا كده عشان بس ينزل الخليط من حوالين كل الحاجات شايفين انا بلف ازاي اهو 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 كده بس من الجن بس كده ومحتاجة اعمل ايه بس اصب شوية كمان بسم الله مش عايزة زي ما قلت لحضراتكو ام لا قوي خلاص كده كفاية قوي مش حاملة للاخر بعد يومين لو لقته فار ياريت تحطه حاجة تحته لان بعد يومين ثلاثة هنحتاج نزوده تاني هيكونت الجبنة بدأت تشرب من الخليط ده وتلاقوه خس فاصبحت الجبنة من فوق بينه انا طبعا عادي هقفله دوقتي انا بردته فتمام شايفين برطمان المش اهو هبدأ بقى اجيب كيس تلاجة كده صغير او كيس من دون مفيش مشكلة هزي محمد كده وهقفل البرطمان بصوه ينزل شوية ده عادي وهعمل كده وهسيبه بقى هيقعد زي ما انتوا عايزين لما تيجوا بقى تعملوا حبايب قلبي اه مش اه يعني او تزودوا عليه هتاخدوا من ده شوية وتبدأوا تاخدوا الخميلة دي في علبة في التلاجة مش هيجرالها اي حاجة وتعيش مع حضراتكو فترة طويلة محفوظة ولا بقى تقولولي عملت حشرات ولا اي حاجة اهم حاجة ما نمدش ادنى جوه البرطمان وده اهم ما في الموضوع بسم الله مش بيتي جنب الفطير المشالتت هشوف اخر حاجة الفطيرة ممكن تطلع ولا لا غالبا ممكن تطلع معنا لسه شوية بسيطة اهي ده شكلها عشان حضراتكو تبقوا عارفين يعني لسه شوية بسيطة عشان تطلع كده جميلة احلى ما فيها ان فيه سمنة بلدي وفيه مش جميل با ايدينا وان شاء الله يا رب الحلقة هنقول اعجب حضراتكو ببساطة واسبوها تاخد وقتها بصوا جميلة ازاي سبها شوية كمان خمس دقائق كمان كده وان الحرارة عالية وتمنى رب تجربوا وهنتظر التطبيقات الخاصة في حضراتكو اشتركوا في القناة